لا يكاد يمر أسبوع دون أن يصدر عن الثلطات الجزائرية تصريح أو قرار ضد المغرب في سياق حرب سياسية وإعلامية خدوى الجمهورية ضد المملكة يتصدرها الرئيس عبد المجيد تبون وقائد الجيش السعيد شنغريحا بنفسهما كانت آخر جولاتها إعلان الرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء إغلاق المجال الجوي بشكل فوري أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية بقرار من المجلس الأعلى للأمنة وعمليا لا يلمث سأثير كبير للقرارات الجزائرية المتثالية على المغرب وحتى من الناحية الدبلوماثية تتعامل الرباط مع قرارات الجار الشرقي في أذنى الحدود لدرجة أنها فضلت نشر بيان مقتدب في مواجهة ندوة صحفية مطولة عقدها وزير الخارجية الجزائرية رمطة العمامرة يوم الرابع والعشرين غشة الماضية والتي أعلن من خلالها قطع العلاقات مع المملكة المغربية لكن خطاب السياسيين الذي يشي بوجود حرب باردة وإن من طرف واحد هو الطرف الجزائرية فإن كلام العسكريين لا يبدو أنه يريد الوقوف عند هذا الحد وتحديدا ما يصدر عن رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الجنرال شنغريحا الذي بلغ حد دعوة عناصر القوات المسلحة الجزائرية للاستعداد لمواجهة العدو التقليدية بطريقة تدفع للتثاؤل هل يبحث العسكرية الشيخ الذي حضر هزيمة حرب الرمال سنة 1963 عن فرصة لإطلاق الرصصة الأولى في حرب ميدانية جديدة وكان واضحا منذ أن دخلت الجزائر مرحلة ما بعد أبو تفليقة وطوى جيش الصفحة الجنرال الثابق أحمد القيد صالح باغتياله أواخر سنة 2019 أن لهجة العداء ضد المغرب ستثير في منحة صعودية مع تعيين الشنغريحا خليفة لهذا الأخير الأمر الذي زادت حدته بعد عملية القوات المسلحة الملكية في القرقرات بتاريخ الثالث عشر شتنبر 2020 والتي انتهت بإفشال الثيطرة عثابة البوليثاريو على طريق البرية الوحيدة الرابط بين المغرب وموريتانيا في المنطقة العزلة ولم يعجب مصير هذه المغامرة التي صبر المغرب عليها 6 أثابيع قبل أن ينهيها جيشه في بضع الثاعات الجنرال الجزائرية الذي ظهر بعد يومين فقط على شاشة تلفزيون بلده وهو يخاطب جنود جيشه قائلنا أعول على كل واحد وهو في منصبه من الجندي البسيط إلى ما أعلى لديكم مهمة شريفة الدفاع عن حدودنا ضد الإرهاب ضد المهربين وضد حتى عدو كلاسيكي في إشارتنا إلى الاستعداد لبدء الحرب مع المغرب وحتى بعد مرور أشهر على عملية القرقرات لم ينثى شنغريحا ما جرى وحمل همه معه أينما حل وارتحل لدرجة أنه عندما ذهب إلى روسيا في يونيو الماضية للمشاركة في الندوى التاثع للأمن الدولي في موسكو تحدث بنبرة غاضبة يملأها الارتباك عن إلحاق المغرب للصحراء بالقوة إلى أراضيها محذرا بلهجة احتجاجية استغبائية مما وصفه التدخل العسكرية والتدخلات الخارجية التي يمكن أن تؤجج الوضع في المنطقة بكاملها وكرر شنغريحا ذلك في مالي عندما التقى رئيس ثابعة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الإفريقية فرغم أن المسؤولة الأممية لا علاقة له بملف الصحراء إلا أن قائد الجيش الجزائرية اشتكى مما وصفه اعتداء الجيش المغربية على الصحراويين في معبر القرقرات مضيفا أن الصحراء هي آخر مستعمرة في إفريقيا وأن المغرب يريد ضمها بالقوة وعلى أرض الواقع لا يقدم الشنغريحا لوسائل إعلام بلاده وللمهتمين بالأزمة المغربية الجزائرية إلا الكلام كونه لا يستطيع من الناحية العملية إطلاق الرصاصة الأولى ثوب جاره الغربي مباشرة من فوهات بنادق الجيش الجزائرية تاركا هاته المهمة لعثبة البوليثاريو التي اتضح منذ أكثر من عشرة أشهر أن عناصرها لم يستطيعوا حتى الاقتراب من الجدار الأمنية كونهم يواجهون بتصفية نظرا لفارق القوة الشاثعة مع الجيش المغربية لذلك فإن الرصاص الذي بإمكان الجزائر إطلاقوا على المغرب أصبح هو مجموعة من التصريحات والقرارات الصادرة عن القيادات السياسية بما في ذلك رئيس الجمهورية أحيانا بثيغة استفزازية تعطي الانطباع بأن الحرب ممكنة بل وقريبة ففي يونيو الماضي أجرى تبون حوارا مع الصحيفة لوبوال فرنسية وصف فيه المغرب بالجار المعتدي مبرزا أن جيش بلاده سينتقم لأي هجوم قد يتعرض لها مع التشكيك في إمكانية قيام المغاربة بذلك لأن ميزان القوى ليس في صالحه على حد تعبيره وإلى جانب ذلك تولت القرارات الجزائرية التي كانت بمثابة إعلان حرب غير عسكرية من بينها الحرب الاقتصادية التي تؤكد وثيقة صدرت في ما يلماضي عن الرئيس الجزائرية لإنهاء تعامل مؤسسات بلاده مع الشركات المغربية وجاء فيها أن توصل بتقارير تشير إلى مساث خطيرة بالأمن الوطني ضالعة فيه مؤسسات اقتصادية وطنية وعمومية وخاصة من قامت بربط علاقات تعاقدية مع كينات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلد ثم أصبح للحرب طابع أمنية اتضح في غشة الماضية عندما ترأث تبوني الشمع الاستثنائيا للمجلس الأعلى للأمنة تلح رائق غابة الشمال الجزائرية في منطقة القبائلة المطالبة بالاستقلال التي رفقتها جريمة قتل المتطوع جمال بن ثمعيل داعما أن حركتي الماك ورشاد كانت وراء ذلك وأن الاثنتين تتلقيان الدعم والمثاندة من أطراف أجنبية خاصة المغرب والكيان الثهيونية لقرر تكتيف المراقبة على الحدود الأمنية قبل أن يظهر وزير خارجيته بعدها بأيام لأعلن قطع العلاقات نهائيا مع المملكة في الضفة الأخرى استعمل المغرب لغة التجاهلة كرد رسمي على الطرف الجزائرية لكن كل ذلك لم يؤدي إلى بروز أي توتر عسكري ميدانية على حدود البلدين الأمر الذي يمكن تفسره بغياب التجاوب مع الخطاب الجزائري الحاد من طرف المغرب الذي يتعامل مع التصعيد الجزائرية في الكثير من المرات وكأنه غير موجود متفاديا الرد على العديد من التصريحات بما فيها الثادر على الرئيس الجمهورية أو قائد الجيش وأحيانا يكون رده مقتضبا أو على عكس المتوقع ففي عز التصعيد بين البلدين جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يوم الواحد وثلاثين يوليوذ الفين واحد وعشرين ليدعو إلى فتح الحدود البرية بين البلدين لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيلة تكرث المواثق الدولية بما في ذلك معاهدة مراكش التأثيثية لاتحاد المغرب الكبير التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والثلع ورؤوس الأموال بين دوله وفق كلام العاهل المغربية ورغم أن قصر المرادية تعامل مع هذه الدعوة بتجاهل وبمزيد من التصعيد فإن الملك عاد بعدها بأيام ليعلن وضع طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق لمساعدة جيرانه على محاصرة حرائق الغابات وفي حالات أخرى بدت الريبار وكأنها تتعمد الانتقاص من حجم التصعيد الجزائرية ففي الرابع والعشرين غشة الماضية وردا على ندوة مطولة ثاقة فيها وزير الخارجية الجزائرية عدة تهم ضد المغاربة ليعلن قرار بلاد قطع العلاقة بين البلدين ردت الخارجية المغربية ببلاغ مقتضب جاء فيه أن القرار متوقع في دل منطق التصعيد الذي لوحد في الأثابع الأخيرة وضاف أن المملكة ترفض رفضا قاطعا المبررات الزائفة بل والعباتية التي استند لها القرار وتكرر الأمر أيضا بعد إعلان الرئاسة الجزائرية قرار إغلاق المجال الجوي أمام طائرات المغربية حيث تولت الرد شركة الخطوط الملكية المغربية التي أعلنت ببساطة تحويل مصارها عبر البحر الأبيض المتوسط دون أي تعليق من سلطات الرباطة وخرج مسؤول بالخطوط الملكية المغربية واصفا الأمر بأنه لا يؤثر على ثير نشاط الشركة ترجمة نانسي قنقر